موسيقى رئيس السيسي يوجه بتكامل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مع المشروعات التنموية والخدمية الرئيس الأوكراني يتعهد بمحاسبة من يقف وراء قصف زبوريجيا وموسكو تعتبر تسليم أسلحة بعيدة المدى لكييف خطا أحمر بريطانيا تستبعد تعرض البلاد لانقطاعات الكهرباء في الشتاء بالتزامن مع عزمة الطاقة الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينيتش نصرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بهدفه تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلغات الطوارئ من المواطنين وكذلك كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرية وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة واللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستغبارات العسكرية واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة واللواء أركان حرب أكرم الجهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة واللواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين وكذلك مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا للاتصالات وتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية في كافة أنحاء البلاد لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصون أصول الدولة الآخذة في النمو والتطور وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية والتي تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وتهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تمة وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة وتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة سعياً نحو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا لاتصالات الحديثة وفي إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعيير العالمية توجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى العاصمة رواندية كيجالي على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات الجمعية الخامسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والمقرر عقدها خلال الفترة من الحادي عشر إلى الخامس عشر من أكتوبر الجاري ومن المقرر أن تعقد خلال هذه الاجتماعات الدور رقم مائتين وعشر للمجلس الحاكم لاتحاد البرلماني الدولي كما سيلقي رئيس مجلس النواب خلال الاجتماعات كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول المساواة بين الرجال والنساء كما ستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطا مكثفا في اجتماعات اللجان الدائما للتحاد البرلماني الدولي ومناقشة الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات في ضوء الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ القادمة والتي ستصطدفها مصر نوفمبر القادم افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يستمر حتى الخامس عشر من اكتوبر الجاري بمركز مصر المعارض الدولية في التجمع الخامس وتفقد رئيس مجلس الوزراء الأجنحة المشاركة بالمعارض واستمع إلى شرح من المشاركين في معرض تراثنا من السودان والأردن وليبيا إلى جانب العارضين المصريين وأكد رئيس الوزراء وجود توجهات رئاسية بالعمل المستمر على توفير مختلف سبل الدعم لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا وتشارك في معرض تراثنا خمس دول عربية و1116 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية منهم 45% عارضون جدد إضافة إلى جناح لمنتجة أصحاب المشروعات من قرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف المعرض وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن معرض تراثنا للحرافة اليدوية والتراثية يعد من أهم الفعاليات التي تعكس اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيات الصغار وذلك بهدف التعريف بمنتجات مشروعاتهم وتسويقها لافتا كذلك إلى جهود الدولة لتوفير التمويل اللازم لإقامة المزيد من المشروعات الجديدة في هذا القطاع أو التوسع في مشروعات قائمة هذا إلى جانب ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية متنوعة لسقن مهارات العاملين بتلك المشروعات ترجمة نانسي قنقر أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تكثيف جهود كافة الأجهزة المسؤولة عن تنظيم مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل ليخرج بالصورة التي تعكس قدرة مصر على التنظيم جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الترتبات اللوجستية الخاصة من عقاد مؤتمر المناخ حيث أكد أن المجتمع المدني سيمثل شريكا رئيسيا في نجاح هذا المؤتمر كما بحث الاجتماع لاستعدادات الخاصة بتنظيم فعلية افتتاح مؤتمر المناخ لا سيما أن قائمة حضوره تتضمن عددا كبيرا من قادة الدول والشخصيات العالمية البارزة والمنظمات الفاعلة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 443 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 130 طن مواد غدائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 33 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لسلع الغدائية تم ضبط قرابة 97 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 722 قضية من بينها 123 قضية خبز ناقص الوزن و140 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 8 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 51 طن أعلن المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه التاسع والعاشر غدا الاثنين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وضف رشوان أن مجلس الأمناء سيصدر فور انتهاء اجتماعيه بيانا لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح من تهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع وفعاليات الحوار الوطنية على وجه العموم أكد وزير الخارجية سمح شكري ونظيره اليوناني نيكاس داندياس عمق علاقات التعاون بين البلدين والتنسيق بينهما حيال كافة القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران عقب مباحثاتهما بالقاهرة وأكد شكري أن العلاقات باتت استراتيجية وهناك عمل على دفع العلاقات التجارية بين الجانبين لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة وأشار وزير الخارجية سمح شكري إلى أن مباحثاته مع نظيره اليوناني تناولت استعراض مجمل الأوضاع على الساحة الدولية والإقليمية كما تطرقت المباحثات للوضع الاقتصادي الدولي الصعب خاصة على صعيد ملفي أمن الغذاء والطاقة تطرقت مشاوراتنا اليوم العدد من القضايا الدولية والإقليمية حيث استعرضنا مجمل الأوضاع على الساحة الدولية وخيفية مواجهة التحديات النتيجة عن الوضع الاقتصادي الدولي الصعب خاصة على صعيد أمن الغذاء وأمن الطاقة قد أكدنا على الحاجة الماسة لتضافر جهود المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتقديم الدعم للدول الأخثر تدررا من الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية بحيث تستطيع تجاوز أطيرها وتحقيق أهدافها التنموية من جانبها أكد وزير الخارجية اليونانية نيكاس داندياس أهمية العلاقات الاستراتيجية العميقة بين مصر واليونان ليس فقط على المستوى التنائي ولكن أيضا في إطار الاتحاد الأوروبي وأعرب وزير الخارجية اليونانية عن تقدير بلاده لجهود مصر على كافة المستويات بقيادة الرئيس السيسي مصر ليست فقط صديق استراتيجي هي أكثر من ذلك نحن لا ندخل جهدا ونفعل كل ما يمكن لنصل لدعم هذه العلاقات العظيمة مع مصر العظيمة ولكن ليس فقط على المستوى السنائي ولكن مع الاتحاد الأوروبي ونحن أيضا نقدر الدعم الذي تقدمه مصر بقيادة الرئيس السيسي وهذا الدعم الشخصي والعام وفي السياق الثنائي وأيضا داخل جامعة الدول العربية وغيرها من المنتجات الدولية إن مصر تعتبر هي الجسر بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابية الذي استهدف ثكنات للجيش في جمهورية جبوت الشقيقة مما أصفر عن وفاة سبعة جنود وإصابة آخرين وأكد بيان الوزارة الخارجية وقف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب جمهورية جبوت الشقيقة وتقديمها خالص التعازي لغصر الضحايا متمنية الشفاء للمصابين تعهد الرئيس الأوكراني فلودمير زينيسكي بمحاسبة المتسببين عن القصف الليلي الذي تعرضت له مدينة زابوريجيا اتهمت كيف طائرات حربية روسية بإطلاق 12 صاروخا على زابوريجيا مما تسبب في تضرور ما يقرب من عشرين أسرى ونحو خمسين مبنى سكنيا فضلا عن أربعة مرافق تعليمية قال سكرتير إدارة مدينة زابوريجيا أناتولي كورتيف إن 17 شخصا على الأقل هتروا في قصف على مدينة زابوريجيا الواقع بجنوب شرق أوكرانيا خلال الليلة وعضف كورتيف أن الهجوم ألحق أضرارا بعدد من المباني السكنية والطرق بالمدينة التي تبعد نحو 125 كيلو مترا عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا هذا وتتبادل كيف ومسكو للتهمات بقصف المنشأة التي تديرها طواقم عمل أوكرانيا أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تسليم الغرب لأسلحة بعيدة المدى أو أكثر قوة إلى كيف سيكون خطا أحمر بالنسبة لروسيا فأضفت الخارجية أنه سيتم تحديد تدابير معينة للرد على الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يوردون الأسلحة إلى كيف عقب تحليل شامل للوضع المتطور كما أكدت الخارجية الروسية أن مساعدة واشنطن لكيف يجعلها طرفا في الصراع أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية في مناطق دينيبرو بيتروباسك ودونتسك الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت المنطقتين باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة والمدفعية التقيلة وأكدا أن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم في دونتسك وأشرت الإدارة إلى أن الروس أطلق ما يقرب من سبعين قذيفة على حي نيكوبول الليلة الماضية أصبت مدات وقرى في منطقتين مرهن ونيكوبول تفقد غواصون الروس الأضرار التي خلفها انفجار قوي على جسر لحركة السيارات والقطارات إلى شبه جزيرة القرمة وقال الحاكم الروسي لشبه جزيرة القرمة سرجي أكيسينوف إن الوضع يمكن السيطرة عليه ولا يبدو كارتيا من جهتها رقح حتى لاستخبارات البريطانية أن يكون لانفجار جسر القرمة تداعيات سلبية كبيرة على قدرة روسيا في الحفاظ على قواتها جنوب أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير لها أن تفجير الجسر أدل انهيار مسارين من أربعة مسارات مشيرة إلى أنه رغم استئناف حركة بعض المركبات العابرة بين روسيا وشبه جزيرة القرمة فإن ساعة الجسر ستتدهور بشكل خطير وهو ما يؤثر على دعم القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو أن بلاده ترفض تلميحا من قبل بلاروسيا يزعم بأن كياب تخطط لشن هجوم على الأراضي البلاروسية وأكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كييف لم تتعد على أراضي أجنبية وأنها تلتزم بالأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مضيفة أنه يتعين على السلطات في بلاروسيا التوقف عن تلبية رغبات الكريملين والتوقف الفوري عن تقديم الدعم لروسيا في تنفيذ عمليتها في أوكرانيا قال رئيس والروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة للمشاركة في حل مشاكل الغذاء العالمية ومساعدة أشد البلدان فقرا على وجه الخصوص جاء ذلك في خطاب عبر الفيديو بمناسبة يوم عمال الزراعة والصناعة التحولية حيث أكد بوتين قدرة بلاده على تلبية الطلب المحلي على المنتجات الأساسية وصل إلى إسبانيا قطار محمل بالحبوب قادما من أوكرانيا بعد شهرين من إطلاقه في إطار مشروع تجريبي لاستكشاف ما إذا كان من المجد استخدام السكك الحديدية لشحن المحاصيل مع إغلاق مسارات الشحن البحرية من جراء الأزمة الأوكرانية وتعد أوكرانيا من أكبر الدول المنتجة للحبوب ومن مصدريها الرئيسيين وعادة ما يتم تصدير المحاصيل من موانيها على البحر الأسود وقد تسببت العمليات الروسية في أوكرانيا بالطرابات كبيرة على صعيد تصدير الحبوب الأوكرانية موسيقى أشهد الكريملين بمجموعة أوبيك بلاس لجهودها في مواجهة ما وصفه بالفوضى التي تبوتها الولايات المتحدة في أسواق الطاقة العالمية قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوبا إن وضع سقف لأسعار الطاقة سيزعز أسواق العالم مشيرا إلى أن التخلي للتحاد الأوروبي عن الطاقة الروسية ستكون له عواقب وخيمة استبعد وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة البريطانية ناظم الزهاوي أن تشهد بريطانيا قطاعات مقاررة سلفا في الطيار الكهربائي خلال الشتاء ويأتي تصريح الزهاوي تعقبا منه على تحذير من الشبكة الوطنية للكهرباء من أن البلاد قد تواجه انقطاعات للطيار إذا لم تستطع استيراد ما يكفي من الطاقة وأشرى الوزير البريطاني إلى أن لندن تخطط لكافة السيناريوهات مع توفير مغزود من احتياطيات النفط تعطلت حركة القطارات مجددا في بريطانيا بسبب إضراب نقابات السكك الحديدية التي تطالب بزيادة الإجورة وذلك في ظل التدخم القياسية هذا أكدت نقابات السكك الحديدية أن هذا الإضراب بزئية حيث يعمل قطار واحد فقط من أصل كل خمسة قطارات في البلاد تواجه بريطانيا الكثير من التحديات الاقتصادية ومن أهمها التضخم وتعطيل أجور العاملين مما أدى إلى تعطل حركة القطارات مجددا ويأتي هذا الإضراب بسبب مطالب نقابات السكك الحديدية بزيادة الأجور في ظل التدخم القياسية نقابات السكك الحديدية البريطانية أكدت أن الإضراب جزئي حيث يعمل قطار واحد فقط من أصل كل خمسة قطارات في البلاد وأشرت إلى أنه تم إغلاق نصف الشبكة شركات القطارات دعت الركاب إلى عدم استعمال القطار إلا إذا كان ذلك ضروريا للغاية ويشارك في هذا الإضراب نحو 40 ألف عضو في نقابة RMT بشبكة نوتورك رايل وخمس عشرة شركة لتشغيل السكك الحديدية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وتشهد بريطانيا أزمة خطيرة مع ارتفاع كلفة المعيشة في ظل نسبة تضخم تناهز 10% وهي الأعلى منذ 40 عاما ويشعر البريطانيون بالقلق بشأن كلفة التدفئة هذا الشتاء ورغم الإعلان عن تحديد أسعار قصوى للطاقة إلا أن ذلك جاء بعد تضعفها خلال عام واحد وباتت الحكومة الجديدة التي تدير البلاد منذ شهر تحضى بنسبة تأييد هي الأذنى على الإطلاق أكد مسؤولون نقابيون في فرنسا تواصل إضرابات العاملين في عدد من شركات البترول الكبرى بالبلاد وكشف النقابيون الفرنسيون أن الشركات لم تتجاوب بعد مع دعوات الحوار بشأن زيادة الأجور تلبية لمطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم هذا وتواجه أكثر من 20% من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمداد بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد قالت وكالة بلومبرغ إن أكثر من نصف الأسر الأمريكية تعاني ضغوطا شديدة بسبب الارتفاع الأخير في أسعار المستهلك ويضغط عليهم بشدة بينما تشعر الأغلبية بقلق شديد بشأن التضخم ووفقا لاستطلاع الرأي لمكتب الأحصاء الأمريكية فإن عدد المشاركين الذين يجدون صعوبة في دفع فواتيرهم تزداد في ظل ارتفاع معدلات الفائدة والغموض الاقتصادية ارتفع معدل التضخم في المكسيك إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عشرين عاما مسجلان الثمانية وثمانية من عشر في المائة الشهر الماضي وسط أزمة غلاء المعيشة وكان البنك المركزي في المكسيك قد رفع سعر الفائدة القياسي إلى تسع وربع في المائة الأسبوع الماضي لمكافحة التضخم المتسارع حيث تستورد المكسيك 57% من الحبوب الأساسية التي تستهلكها يوصل النمساويون لإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد حيث يعتبر الرئيس الحالي أليكزاندر بان دربيلين المرشح الأوفر حظا للفوز وفي حالة فوز بأكثر من 50% من الأصوات فإن دربيلين سيفوز بولاية أخرى مدتها ست سنوات وسيصبح الرئيس الأكبر سنا في تاريخ البلاد في انتخابات يتنافس فيها سبعة مرشحين يختار أكثر من ستة ملايين نمساوي رئيس جديد للبلاد لست سنوات قادمة الرئيس الحالي أليكزاندر فان ديربلاين صاحب 78 عاما يتقدم المرشحين السبعة في استطلاعات الرأي بنسبة تجاوزت 60% في حين حصل أقرب منافسي وهو جيرالد جروز على نسبة لا تتجاوز 13% يدعم الرئيس الحالي فان ديربلاين أوكرانيا في ظل تصاعد الصراع الحالي مع روسيا كما يشير إلى استمرار تمسكه بدعم الوحدة الأوروبية والتعامل بإنسانية مع قضايا المهاجرين في المقابل يركز المرشح جيرالد جروز على تعزيز مخاوف المواطنين من الأزمة الاقتصادية ومن مخاطر الهجرة غير الشرعية وسيطرت حالة من التقشف في الإنفاق على الحملات الانتخابية وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية كما تم الاستغناء عن الكثير من أوجه الدعاية فيما يفسره البعض بأن الانتخابات شبه محسومة للرئيس الحالي تتمتع النمسا بنظام حكم شبه رئاسي يتقاسم الرئيس ورئيس الحكومة السلطات لكن السلطات الأكبر في يد الحكومة والتي عادة ما تتكون من ائتلاف من أكبر حزبين في البرلمان ويحق للرئيس فترتين رئاسيتين كحد أقصى بمجموع 12 عاما أدل الرئيس النمساوي أليكزاندر فاندير بالين بصوته في الانتخابات الرئاسية التي ينافسه خلالها ستة مرشحين آخرين وفي تصريحات صحفية أعربا عن أملها في أن يعاد انتخابه دون الحاجة إلى انتخابات إعادة الوضع جديد تماما لم يحدث من قبل وجود سبعة مرشحين وستة مرشحين معارضين من مختلف التوجهات السياسية سنرى ما تسفر عنه الانتخابات الرئاسية هذه هي الديمقراطية سنرى باحترام ما سيصدر الليلة أو غدا ونذهب بثقة إلى جولة الإعادة في السادس من نوفمبر وبالتاريخ سياسي حافل يتصدر الرئيس النمساوي الحالي أليكزاندر باندير بيل لتوقعات بالفوز بالانتخابات الرئاسية الحالية ويأتي جيرالد جروسز في المرتبة الثانية كأقرب المرشحين للفوز بعد بيلن موسيقى موسيقى بدأ الألمان في ولاية ساكسونيا لإدلاب أصواتهم في انتخابات محلية تمثل اختبارا لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في ظل أزمة طاقة متفاقمة ويهي من القلق حيال اتفاع أسعار الطاقة على الانتخابات في المنطقة المطلة على بحر الشمال في وقت تعاني أكبر قوة اقتصادية في أوروبا من تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ويحق لنحو 6.1 مليون ناخب التصويت لانتخاب المجلس التشرعي لولاية ساكسونيا السفلة التي تحتل مساحة كبيرة من شمال غربي ألمانيا وتتمتع بقطع صنع وزرع قويين قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون إنها واثقة من إمكانيات إجراء استفتاء ثاني على استقلال بلادها عن المملكة المتحدة محددة شهر أكتوبر من العام المقبل موعدا محتملا لإجراء استفتاء الاستقلال وتبدأ المحكمة العليا في بريطانيا ثلاثة القادم لاستماع إلى الحجج المتعلقة بالسماح بالتصويت على الانفصال دون موافقة رئيسة الوزراء البريطانية ليستراش وحكومتها ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن الصواريخ الأخيرة التي أطلقتها كوريا الشمالية تعد استفزازا خطيرا يضر بالسلام وأضف الجيش في بيان أنه رصد صاروخين باليستيين قطعا ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين كيلو مترا ووقعا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابن يبدو أن ظاهرة الصواريخ المتساقطة من السماء باتت مألوفة بشكل شبه يومي في شبه الجزيرة الكورية وسط تواصل التجارب الصاروخية الباليستية من ناحية بيونج يانج والتدريبات المشتركة بين واشنطن وسول من الجانب الآخر دول مجاورة لكوريا الشمالية قالت أن بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين في سابع عملية إطلاق من نوعها تجريها في غضون أيام مما زاد القلق على نطاق واسع في واشنطن وحليفتيها توكيو وسول من تلك التجارب مسؤولون في كوريا الجنوبية قالوا أن تصعد وطيرة عمليات إطلاق الصواريخ من قبل جارتها الشمالية قد يشير إلى أنها أقرب من أي وقت مضى لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017 حيث تم رصد استعدادات تجري في موقع الاختبار منذ أشهر أما وزارة الدفاع اليابانية فقد أكدت أن الصاروخين وصل إلى ارتفاع مائة كيلو متر وقطع مسافة 350 كيلو مترا لافتة إلى أن الصاروخين وقع خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان إلى ذلك قال الجيش الأمريكي إنه يتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء في أعقاب عملية الإطلاق التي قال إنها تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية وتقول كوريا الشمالية إن تجاربها الصاروخية عبارة عن إجراءات للدفاع عن النفس ضد ما تصفه بالتهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة وأنها لا تضر بسلامة الدول والمناطق المجاورة أصدر الرئيس الوزراء الياباني فوميوكيشيد تعليمات للمسؤولين بالتأهب للطوارئ وبدل قصار جهدهم لتوفير المعلومات اللازمة وضمان سلامة طائرات والسفن وذلك عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين من جانبها أكد نائب وزير الدفاع الياباني توشير إينو أن الإجراءات التي تقوم بها كوريا الشمالية تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي هذه هي المرة السابعة خلال فترة وجيزة من نهاية سبتمبر التي تقوم فيها كوريا الشمالية بتصعيض الاستفزازات من جانب واحد سلسلة الإجراءات التي تقوم بها كوريا الشمالية تهدد السلام والاستقرار في اليابان وكذلك في المنطقة والمجتمع الدولي وهي غير مقبولة على الإطلاق من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الصينية أنها على الولايات المتحدة تهيئة الظروف لاستيناف الحوار مع كوريا الشمالية بعد إطلاق بيونج يانج الصاروخين الباليستيين وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مونينج أنه يجب أن تتطابق كلمات الولايات المتحدة مع أفعالها وموقفها المتمثل في أنها لا تحمل نوايا سيئة تجاه كوريا الشمالية وصلت سلطات ولاية نيو ساوت ويلز الأسترالية إطلاقت تحذيرات بسبب الفيضانات بالولاية وذلك على رغم من تراجع حدة هطول الأمطار وطلبت السلطات عددا من الأشخاص في شمال غرب سيدني بالإجلاء بسبب الفيضانات ومن المتوقع أن تضرب عاصفة أخرى الولاية بداية من يوم الأربعاء يصاحبها المزيد من الأمطار قال المركز الوطني الأمريكي للأعصير أن العاصفة لإستوائية جوليا تحولت إلى إعصار مساء السبت عندما مرت بجزيرة سان أندريسا الكولومبية في طريقها نحو ساحة نيكاراجو على البحر الكاريبي وأضف المركز أنه من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات طينية جراء الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك هي الطبيعة تغضب ولكن هذه المرة بقوة مفرطة العاصفة لإستوائية جوليا تحولت إلى أعصار مع رياح بلغت سرعتها 120 كم في الساعة مما يهدد معظم دول أمريكا الوسطى ويحذر المركز الوطني الأمريكي للأعصير من أنه طول الأمطار المصاحبة للأعصار جوليا قد يتسبب في حدوث فيضانات مفاجأة وانهيارات طينية قد تحصد أرواحا نيكاراجوا استبقت وصول الأعصار للساحل الجنوبي الشرقي للبلاد بإعلان حالة التأهب القصوى وتفعيل وحدات الإنقاذ وإجلاء لألاف السكان مع توقف حركة الصيد بينما سارع المواطنون إلى تخزين احتياجاتهم الضرورية في جواتيمالا وضعت 22 منطقة في حالة تأهب قصوى من جانب خدمات الحماية المدنية مع اقتراب العصفة التي قد تؤثر أيضا على السلفادور وفي هندوراس أعلنت الحكومة التفريغ الوقائي للسد الكهرومائي الرئيسي الكاجون في إجراء احترازي خصوصا أن البلاد شهدت فيضانات وعمليات إجلاء في نهاية سبتمبر في محيط سان بيدرو سولا ثاني أكبر مدينة في البلاد والمنطقة الأكثر عرضة لتهديد جوليا هي الطبيعة وقد كشرت عن أنيابها وبات لكل بقع من بقاع كوكبنا ذكرى مع غضبها وجمحها ومن بين تلك البقاع أمريكا الوسطى التي فقدت مئات الأشخاص وخسرت ملايين الدولارات بسبب أعصار إيتا ويوتا نهاية عام 2020 وتستعد الآن لمواجهة جوليا أعلنت السلطات اليونانية أن زلزالا بقوة 5.1 درجة هذا منطقة خليج كورينت وسط البلاد وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطية إن الزلزالا وقع على عمق 5 كيلومترات تحت السطح في الخليج الذي يفصل البر الرئيسي لليونان عن شبه جزيرة بيلوبونازل وقع على بعد 16 كيلومترا من بلدة إيتيا وشعر السكان بالزلزال في أماكن بعيدة مثل العاصمة التي تبعد نحو 115 كيلومترا تنفيذا لتوجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وفي إطار المبادرات الاجتماعية التي يطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية أعلنت مؤسسة حياة كريمة في هذا الإطار عن إطلاق مبادرة وصل الخير عفواً ثلاثة حيث وجهت المؤسسة عدداً من القوافل المحملة بالمساعدات الغدائية والتي تبلغ نحو 40 ألف صندوق مواد غدائية إلى مختلف محافظات الجمهورية يأتي هذا تزامناً مع احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى التاسع والأربعين لنصر أكتوبر المجيد أعلن منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية محمد تورك أنه تم استقبال كميات من المواد الغدائية ضمن مبادرة وصل الخير ثلاثة لخدمة الأهالي في قرى مدينة القصاصين بالإسماعيلية يأتي ذلك ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية للمبادرة الرئاسية عبر توزيع صندوق الخير في ثمانية مراكز بالمحافظة بمناسبة عيد أكتوبر والمولد النبوية وأضاف منسق المبادرة أن جهود المؤسسة مستمرة لاستكمال حملة توزيع قوافل وصل الخير في مختلف أنحاء الجمهورية بجانب أعمال التطوير والإنشاءات التي تتم في القرى المدرجة بالمبادرة استضافت جامعة تنطى فعاليات الندوة التوعوية الطلابية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعة تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الممهورية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنشارك مع محافظة الغربية الحقيقة في الكثير من الاستشارات الهندسية في كثير من الأنشطة المرتبطة بحياة كريمة بالإضافة أننا بنشارك بالقوافل التنموية والقوافل الشاملة في المحافظة ومش بس في المحافظة الحقيقة ولكن كمان خارج المحافظة موجودين في ضيافة رئيس الجامعة والسادة النواب وعمداء الكليات وإخواتنا الطلاب علشان نعزز من مفهوم العمل المجتمعي وثقافة العمل الأهلي والتطوعي كان في البداية حابين نوجه للطلبة يعني إيه حياة كريمة حياة كريمة عملت إيه بمناسبة يعني إحنا خلاص قاربت المرحلة الأولى على الانتهاء الندوة النهاردة كانت بخصوص توجيه رئاسي أننا نازلين علشان نعمل توعية لإخواتنا الطلاب بأعمال مبادرة حياة كريمة وإزاي بتتم في المركز زفتة عندنا الأعمال كلها بداية من أعمال البنية التحتية وكمان تطوير اللي عندنا اللي هي الخدمات سواء كان تعليم سواء كان صحة سواء كان بناء عنصر الإنسان عموما نفى المركز والإعلامي لمجلس الوزراء تحديدة صلاحية تاكافة إصدارات الأحوال المدنية بمدة ستة أشهر فقط وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة وأكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددة على أن كافة إصدارات قطاع الأحوال المادية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها وأنه يتم الاعتدد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث فيما عدا القيد العائلي أظهر استطلاع رأي أجرته شركة ميتا أن 77% من المصريين على وعي بقضية التغيرات المناخية جاء ذلك خلال رصد ومتابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كافة الموضوعات الدولية التي تدخل في نطاق اهتمام الشأن المصرية وفي ضوء اقتراب مؤتمر المناخ قب 27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم شاركت مصر بالاجتماع الوزري التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ بالعاصمة القنهولية كنشاسة وقام وفد وزارة التقديد بتقديم عرض حول مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على السموت في إطار تغير المناخ والذي تضمن الإشارة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة باعتبارها قصة نجاح في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استقبال الأرز الشعير من المزارعين وسط تسير كافة إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين ويتم إسناد الأرز الشعير إلى المضارب لطبيضه وترحه على بطاقات التموين وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية وذلك في إطار حرص الدولة على توفير السلع الأساسية وتأمين مهزون استراتيجيا منها توريد الأرز الشعير لموسم 2022 بدأ شراراته لتواصل مدريات التموين بكافة المحافظات متابعتها لأعمال التوريد بالمواقع المعدة لهذا الغرض هنا في الضقهرية والتي تعد الأولى على مستوى الجمهورية وفقا لبيان الهيئة القومية لسلامة الغداء إدارة السلع الاستراتيجية وصل فيها إجمالي ما تم توريده من الأرز الشعير للجهات المسوقة منذ بداية التوريد وحتى اليوم بلغ حوالي 15 ألف طن وأكثر 318 ألف فدان والمستهدف 318 ألف طن النهاردة أنا عندي واحد وتعتين موقع لإستلام الرز على مستودة أهلية كل موقع فيه لاجنة مشكلة من خمس جهات التموين وسلامة الغذاء والمضارب والموازين والجهة المسوقة المحافظة أشرت كذلك إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بأرز الشعير بالدقة أهلية في هذا الموسم تبلغ 318 ألف فدان والمستهدف توريده هو طن عن كل فدان فيه إقبال على التوريد الدولة بتمد المزارع بالأسمدة بتمده بالمعلومات الأسعار ممتازة الإجراءات سريعة وسهلة جدا ومتاحة ما فيش أي تعطيل ما فيش أي وقف للسيارات ما فيش تعطيق أرده جيب 21 بكرة جيب 14 يبقى 5 تاتيق والسعر مناسب تم تسليم المحصول إلى 31 موقع منها أربعة مواقع تابعة لشركة مضارب الدقاهلية وأربعة مواقع تابعة لشركة مضارب دميات وبالقاس و23 موقع تابع للبنك الزراعي المصري بمراكز ومدن وقرى المحافظة قامت دولة بتحويل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية تزمنت الشرقية بني سويف من محطة معالجة ثنائية إلى محطة معالجة ثلاثية وذلك لخدمة 14 قرية بمركز بني سويف خلال السنوات الماضية تبنت دولة رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لمعالجة المياه وإعادة استخدامها في كافة ربوع الوطن هنا في محافظة بني سويف تم تحويل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتزمنت الشرقية من محطة معالجة ثنائية إلى محطة معالجة ثلاثية بطاقة بلغت 49 ألف متر مكعب يوميا في الشتاء و60 ألف متر مكعب يوميا في الصيف لتصبح واحدة من أكبر المحطات على مستوى المحافظة هنا على توجهات الدولة ودعم الدولة تم تحويل المحطة من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية المحطة بتخدم مدينة بني سويف وكرة بني سويف تبقى لتوجهات الدولة تم تحويلها من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية المحطة هنا بتستقبل في فصل الشتاء 49 ألف متر مكعب يوميا المحطة تم تطويرها وتحويلها من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية حيث يتم إعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعة وري الأشجار ضمن استراتيجية التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي وتوفير بيئة صحية للمواطنين وحماية الموارد المائية محطة كان لها الحظ الكبير أنها تكون من ضمن عدد ست محطات تم اختيارهم من خلال السيد رئيس الجمهورية لتحويلها من محطة معالجة ثنائية لمحطة معالجة ثلاثية محطة معالجة ثلاثية دي معالجة متقدمة لمياه الصرف الصحي الأدمي المحطة دي بتحويلها للمعالجة ثلاثية بقت كده من ضمن المحطات اللي يمكن استخدام المياه المعالجة بعد معالجتها في الزراعة وفقاً للكود الزراعي 2015 وتأتي المحطة ضمن اهتمامات وتوجهات الدولة بتحويل عدداً من المحطات الثنائية إلى ثلاثية وبلغت تكلفتها ثلاثمائة مليون جنيه وتخدم أربع عشرة قرية بمركز بني سويف وسيتم دخول المحطة في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ورفع طاقتها إلى مائة ألف متر مكعب لتخدم سبعاً وثلاثين قرية انتخبت الجمعية العمومية العادية للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية دكتور محمود محيدين رئيساً للجمعية والدكتور أشرف العربي أميناً عاماً وأكد محمود محيدين أن مجلس الإدارة سيعمل على مواصلة جهود المجلس السابق وتسخير كافة إمكانات وقدرات أعضاء الجمعية من مختلف الأقطار العربية لدعم ومساندة جهود الحكومات والشعوب العربية لمواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه خطط وبرامج التنمية في الدول العربية وإلى سوق المال حيث أنهت البورسة والمصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بتراجع جمعين للمؤشرات بدغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب وخسر رأس المال السقي ثلاثة مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691 و 1776 من ألف مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 7 من 10 في المئة ليغلق عند مستوى 9940 نقطة كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1 و 14 في المئة ليغلق عند مستوى 2140 نقطة وهبط مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1 و 9 من 100 في المئة ليغلق عند مستوى 3122 نقطة اقامت دار الأوبرا المصري احتفالية فنية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريفة احيتها فرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام وقدمت الفرقة مجموعة مختارة من المدائح النبوية التي افضعها كبار الملاحنين وتألق في ادائها المنشدون بسيرته العطرة التي اضاءت مشاعر النور للانسانية ها هي دار الأوبرا المصرية تحيي ميلاد أشرف الخلق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على طريقتها الخاصة بإقامة حفلتين متتاليتين على مدار يومين بمصرح الجمهورية ودار أوبرا دوانهور وذلك من خلال فرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام ووسط حضور جماهري كثيف دار الأوبرا المصرية كعدتها دايما بتحتفي بكل المنسبات الوطنية والقومية والدينية جميل ان احنا في شهر اكتوبر شهر الانتصارات شهر النصر العظيم وبيتواكب معا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وايضا عيد ميلاد دار الأوبرا المصرية النهاردة احنا في مصرح الجمهورية بنحتفل بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف مع فرقة الانشاد الديني دار الأوبرا المصرية هو انا متعودة ودايما لازم قبل مناسبة المولد النبوي لازم نتابع البروجرام عشان بتبقى حاجة تحفة جدا هو في العادي ان هم ما شاء الله المنشدين هنا اداء مش طبيعي واحنا متعودين حتى دلوقتي بقى لازم ان احنا لدينا مكان في السفوف الاولانية وكل سلامت طيبين والله ده يعني ده اعجاز ويريت يدوم على طول مفيش احسن من كده صراحة فنفسنا يدوم انا بحب الأوبرا جدا وعلى طول باجي الأوبرا في كل الحفلات والمناسبات وحب الأوركسترا وكل انواع الموسيقى يعني مدائح في حب سيد الخلق خاتم الأنبياء والرسل تجلت في ليلة مليئة بالروحانيات التي استمتع بها جمهور الأوبرا كميلاد طه لمحمد هاشم ليالي رسول الله لمحمد عبد الله ويا رسول الله لمحمد ثروت فيما يتضمن الحفل المقام على مصرح دار اوبرا دوان هور بقت متحن للنبي كروايح الجنة لعمار الشريعي انا بمدح النبي لإهاب توفيق دار اوبرا مفروض هي منارة للثقافة يعني عموما والفن فهي العنوان بتاعها يعني فاحنا بنحاول طبعا اكيد بيقى فيه تخطيط لدوان بمواعيد طبعا المناسبات اذا كانت يعني دول ماسية او دينية او ثقافية صراحة الحفلة متميزة جدا النهاردة والأصوات قوية جدا والحقيقة حفلة مرتبة جدا وانا مبسوطة صراحة ان انا بحضر النهاردة كمين وان شاء الله كل سنة وكل عام وانتوا بخير الأداء الماسترو بصراحة والأداء الفرقة كلها أداء مبهر الفنان احمد حسن أداء رائع فوق الرائع التنظيم تنظيم عالي جدا ويعني مناسبة جميلة وان شاء الله تتعرى كل سنة بإذن الله نكون معكم بإذن الله احتفالات وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف تجلت هنا على طريقتها الخاصة لجمهورها الذي تعود على الاحتفاء بمسارحها المختلفة وبالأصوات العذبة في ظل احتفال العالم أجمع بنبي جاء بالهداية والرسالة فأشرقت البشرية بنور رسالته العظيمة سالي سالم التلفزيون المصري وصلنا بحضرتكم إلى ختام نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها الرئيس السيسي يوجه بتكامل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مع المشروعات التنموية والخدمية الرئيس الأوكراني يتعهد بمحاسبة من يقف وراء قصف زابوريجيا وموسكو تعتبر تسليم أسلحة بعيدة المدى لكييف خطا أحمر بريطانيا تستبعد تعرض البلاد لانقطاعات الكهرباء في الشتاء بالتزامن مع أزمة الطاقة وصلنا إلى ختم نشرة الثالثة أتتكم من التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى لقاء